أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ثم قال الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين قال ابن عطية رحمه الله هذا النهي عن الاتخاذ إنما هو فيما يظهره المرء يعني في الأمور الظاهرة فأما أن يتخذه بقلبه ونيته فلا يفعل ذلك مؤمن والمنهيون هنا يقول ابن عطية قد قرر لهم الإيمان في قوله لا يتخذ المؤمنون فالنهي إنما هو عبارة عن إظهار اللطف للكفار والميل إليهم ولفظ الآية عام في جميع الأمصار وهذا من رحمة الله عز وجل يقول الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله يعني أن الله بريء منه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس فليس مننا إلا إيش أن تتقوا منهم تقاه إلا أن تتقوا منهم تقاه يعني أن تتقوهم بكلام فتظهرون خلاف ما تبطنون اتقاء شرهم وهذه كقوله تعالى إيش إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراء فعليهم غضب من الله فهذه الآية كتلك إلا أن تتقوا منهم تقاه قال بن عطية هنا في تفسيره كلام رائع لأن لو ندخل في مسائل الإكراه ومسائل ما الذي يدخل فيه التقية وما الذي يدخل فيه التقية ما الذي يجوز أن يقوله الإنسان لطالت بنا لطال بنا التفصيلات ولذلك أنقل لكم كلام بن عطية نفيس رحمه الله يقول بن عطية مسائل الإكراه مسائل الإكراه هي من النوع الذي يدخله فقه الحال مسائل الإكراه هي من النوع الذي يدخله فقه الحال لكل حال لها فق معي نفتى لكل حالة لوحدها وهذا يحتاج كثير من إخواننا في بلاد الغرب أحياناً أو في بعض البلاد الإسلامية يحتاجون أحياناً يظهرون خلاف ما يبطنوا وهذا من رحمة الله عز وجل وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده تصديقاً لقوله قد فعلت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنابه تحملنا ما لا طاقة لنابه ومسائل الإكراه لها تفصيلات متعددة مبهوثة في كتب العقائد بالأقوال والأفعال وتفصيلات والتفريق لكن نقول أن لكل حالة فقه خاص قال الحسن البصري التقية إلى يوم القيامة يعني إلا أن تتقوا منهم تقاه إلى يوم القيامة لكن التقية يا أخواني هذه ليست تقية الشيعة تقية الشيعة ما هي الكذب المحظ ولذلك يقولون تسعة أعشار دينهم في التقية أما الذي في الآية فهي إيش التقية التي هي حال الإكرار حال الإكرار ويشترط أن القلب مطمئن مطمئن بالإيمان لكن لتعلموا أيها الإخوة أن التقية رخصة وليست عزيمة ولذلك قال الإمام أحمد في مسألة خلق القرآن الذي أشرنا إليه في الدرس الماضي إذا أجاب العالم تقية والجاهل يجهل فمتى يتبين الحق؟ يعني هناك مواقف تستوجب على بعض العلماء أن يقولوا كلمة الحق مهما كلفهم الأمر لأن بعدم قولهم يكونوا هلاكوا الأتباع ولذلك يقول الإمام أحمد إذا أجاب العالم لكن سائر الناس يا أخواني سائر الناس الذي لا يعبأ بهم لهم في هذه الآية إيش رخصة من الله تبارك وتعالى ثم قال الله سبحانه وتعالى ويحذركم الله نفسه أن يحذركم نقمته من والى أعداءه وعاد أولياءه فليحذر الله تبارك وتعالى ليش؟ لأن إلى الله المصير إليه المرجع والمنقلب فيجازي كل عامل بعمله ثم قال الله سبحانه وتعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يخبر تعالى عباده أنه يعلم السرائر والضمائر والضواهر وأنه لا يخفى عليه منهم خافية بل علمه محيط بهم في سائر الأحوال واللحظات وجميع الأوقات لا يعزب عنه شيء سبحانه وتعالى وذلك لأنه سبحانه على كل شيء قدير فخاتمة الآية مناسبة لمضمونها ولذلك قاعدة دائماً يا أخواني بيأخذ دروس في التدبر أحياناً هناك أوجه في التفسير يعني احتاج الإنسان يتأمل دائماً تأمل خاتمة الآية واربطها في الآية غالباً دائماً يا أخواني أن خاتمة الآية يترجم عن مضمون الآية ثم قال الله سبحانه وتعالى يوم تاجدوا كل نفس ما عملت من خير محضراء وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً يقول الحسن البصري في هذه الآية يسر أحدهم أن لا يلقى عمله ذلك أبداً وذلك مناه وأما في الدنيا فقد كانت خطيئته يستلدها تلذَّد في خطاياه وذنوبه لكن في الآخرة يتمنى ألا يلقى ذنبه لأنه سيحاسب عليه لكن أين المفر؟ ها؟ ووضع الكتاب نعم فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابَ لا يُغَادِرُوا صَخِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً هذا كتابك عملت يوم كذا في كذا عملت حسنة عملت سيئة كل شيء موجود نسأل الله العافية والسلامة وأن يختم لنا ولكم بخير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرات يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ فَمَرَّأَ مِنْ أَعْمَالِهِ حَسَنًا سَرَّةً وَمَرَّأَ مِنْ قَبِيحٍ سَاءَهُ وَأَغَاظَةً ثم قال الله سبحانه وتعالى مرةً أخرى وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا كذلك أن يُخَوِّفُكُمْ عِقَابَةً ثم قال الله سبحانه وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابَةً ليش قال رأو في العباد المناسب أن يقول ماذا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا وَاللَّهُ رَأُوكُمْ بِاللَّهُ لماذا قال ليش ختم الآية بقوله والله رأوفٌ بالعباد ما قال لأنه قال وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسًا يعني أنا أقول يعني تقول مثلاً لولدك ها انتبه ترأي رحيم انتبه ترأي إذا تجاوزت أنا رحيم والتي تقوله ترأي ها أنا شديد صح؟ لكن لماذا قال الله هنا والله رأوفٌ بالعباد يعني هذا من باب الجمع بين طريقة القرآن بين الترغيب والترهيب يعني أحذرك وتحذيري إياك لأني رأوفٌ بك أنا أحذرك الآن وأنت بيدك الخيار شوف كيف الآية خاتمة أنا أحذرك الآن لماذا؟ لأني رأوفٌ بك يا عبدي لأني رأوفٌ بك يا عبدي فأحذر أنا بيّنت لك أن عملك ستلقى عملك الخير كما ستلقى عملك الشر واحذرني يا عبدي لكن لتعلم أني إنما فعلت ذلك وأني إنما قلت ذلك لأني رأوفٌ بك أيها العبد الضعيف ثم قال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله العلماء يسميها بعض العلماء بعض السلف يسميها آية المحنة ليش آية المحنة؟ الله امتحن قل إن كنتم تحبون الله واحد ادعى قوم محبة الله فقيل لهم تحبون الله إيش؟ اتبعوا محمداً صلى الله عليه وسلم وهذا ردٌ على من لا في السياق على اليهود والنصارى ماذا قالوا؟ نحن أبناء الله وأحباؤه هو الآن السياق في الرد على النصارى يعني يقولون أننا أحباب الله قال الله لهم ماذا؟ الآية عامة لكن السياق نحن نذكر بالسياق كنتم تحبون الله فاتبعوا محمداً لأن الله قال ها؟ إن الله هو الذي أرسله وهو الذي قال أطيعه ولذلك قال الشاعر تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا محال في القياس بديعه لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحبة لمن يحبه مطيع كيف أيها اليهود تقولون والنصارى أن نحن أبناء الله أحبه؟ التعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها هذه حياة يعني من السياق تقول أنا أنا حبيب الله أحب الله ولذلك السلف يقول ليس الشأن أن تحب ما هو الشأن أنك تحب الله؟ الشأن أن الله يحبك ولا لا؟ الشأن أن تحب الشأن كل الشأن أن تحب ويقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ها؟ قال تتحقق محبتكم ولا قال إيش؟ قال يحبكم الله لأنه هو الشأن أن الله يحبك ثم قال آمرا لكل أحد من خاص وعام قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا أي خالفوا أمر الله عز وجل فإن الله لا يحب الكافرين فيه نكتة هنا يا أخواني نكتة بديعة فإن تولوا قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا يعني تركوا طاعة الله والرسول فإن الله السياقاً يقول فإن الله لا يحبهم ولا لا لأن عادة العرباً يضمرون يعني إذا كان هناك ضمير ما يظهرون فلماذا أظهر الله هنا ما فائلته يعني كان آية أن تقول فإن تولوا فإن الله لا يحبهم قال الله فإن الله لا يحب الكافرين هذا العلم يسمونه ترى شواهد كثيرة في القرآن ورائعة سأنبه على بعض كل ما يأتينا أنبه عليه لكن أنتم دائماً تأملوها وأنتم تقرأون اللي يسمونها اللي إظهار في موضع الإضمار وفائدته النص على علة السبب وشلون؟ الله تبارك وتعالى قال فإن الله لا يحبهم ليه؟ لو قال فإن الله لا يحبهم ما ندري ليش لا يحبهم؟ قال لأن الله لا يحبهم لا يحب إيش؟ الكافرين فنص على أن سبب عدم الحب الكفر وأن توليهم وإعراضهم وتركهم الطاعة سببه ماذا؟ الكفر ويعطينا فائدة أخرى أن الله لا يحب كل كافر شفتوا كيف؟ هذه الآية فقط أنه أظهر بلاغة القرآن أظهر في موضع الإضمار أستفدنا ماذا؟ النص على سبب النص على ماذا؟ على سبب توليهم وهو الكفر الثاني بيان أن الله لا يحب كل كل كافر لو قال فإن الله لا يحبهم لا اقتصر المعنى على ماذا؟ على المتولين هؤلاء لكن بيّن الله قال فإن الله لا يحب الكافرين في هذه الآيات أيها الأخوة بدأ الآن الله عز وجل يمهد ويقرر لما سيثبته من أن عيسى عبد لله وليس بإله وليس إيش؟ ابن الله فقال إن الله اصطفى اصطفى يعني اختار إن الله اصطفى آدم آدم أبو البشر حيث خلقه الله سبحانه وتعالى بيده ونفخ فيه من روحي وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه الجنة ثم أهبطه منها ثم قال ونوحا فنوحا عليه السلام أول رسول إلى أهل الأرض لما عبد الناس الأوثان وآل إبراهيم أي اصطفى آل إبراهيم ومنهم سيد البشر وخاتم الأنبياء على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم والآل هنا يا أخواني بمعنى ماذا؟ الذرية ليس كما كما قلنا في آل فرعود وآل عمران والمراد بعمران هذا هو والد مريم ابنت عمران أم عيسى عليه السلام فعيسى عليه السلام من ذرية إبراهيم كما بيّنه الله عز وجل في سورة الأنعام خص الله هؤلاء الأنبياء آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران لأن الأنبياء كلهم من نسلهم ومعنى اصطفاهم أي اصطفاهم بالنبوة وميّزهم وفضّلهم بأمور زائد على النبوة كما ذكرنا قبل قليل ثم قال الله سبحانه وتعالى ذرية بعضها من بعض أي في الإيمان والطاعة ذرية بعضها من بعض أي في الإيمان والطاعة وإن عام الله عليهم بالنبوة فهم متشابهون في الدين والحال والذرية إما من ذرأ بمعنى خلق فيشمل الأصول والفروع أو بمعنى وذرأ أو من وذرأ بمعنى ترك وهم الفروع وهو المتعارف عليه أن ذرية الرجل أولاده يعني فروعه ثم قال الله عز وجل إذ قالت امرأة عمران امرأة عمران اسمها على ما قيل حنة وهي أم مريم وعمران هذا هو ابن ماتان وليس عمران أبي موسى فليست هذه مريم أخت موسى كما يتوهم ولذلك بعض أهل التاريخ يقولون أن بين عيسى وموسى ألف وثمانمائة سنة وأم عمران هذه امرأة لا تحمل فاشتهت الولد فدعت أن يهبها الله عز وجل ولدا فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءها فلما تحققت الحمل نذرت أن يكون محررا إني نذرت لك ما في بطني محررا أي محررا من خدمتي إلى خدمة بيتك إلى خدمتي بيت المقدس مفرغا للعبادة فتقبل مني دعت الله عز وجل أن يتقبل منها وأن يتقبل منها هذا الولد أن يكون محررا من خدمتها إلى خدمة ماذا إلى خدمة بيت المقدس إنك أنت السميع العليم أي السميع لدعاء العليم بنيتي لكن كانت هي كان لا يخدم إلا الأولاد الذكور هي نذرت أن تجعله محررا لكن لما وضعتها اكتشفت أنها ماذا أنها أنثى فقالت فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت هذه هنا قراءة والله أعلم بما وضعت يكون من كلام الله وفي قراءة أخرى وكلها متواترة والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت فيكون من كلام من من كلام أمي امرأة عمران هذه أم مريم ثم قال وليس الذكر كالأنثى قيل أن هذا من كلام كذلك والدة مريم تقول أنا أعلم أن الذكر ليس خدمته كخدمة يعني الأنثى وليس الذكر كالأنثى أي في القوة والجلد في العبادة وخدمة المسجد الأقصى ثم قالت وإني سميتها مريم بعض العلماء أخا استدل من هذه الآية بهذه الآية على أنه جواز تسمية المولود يوم وضعه وعندنا دليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ولد الليلة لي ولد وسميته إبراهيم وسميته إبراهيم وإني أعيذها لما وضعتها قالت أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبل الله عز وجل دعاها ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقول ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مسه إياه إلا من إلا مريم وابنها وابنها عيسى عليه السلام ليش؟ بسبب دعوة؟ وهذا يعطينا يا أخواني أنه لابد حث للآباء والأمهات أن يكثروا من الدعاء لأولادهم بالصلاح والاستقامة فربما توافق ساعة جابة الله تقبل من هذه كيف كانت مريم كيف كان عيسى نفع الله بهم هذا النفع العظيم بدعا من الوالدة بدعا من الوالدة وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ثم قال الله عز وجل فتقبلها ربها فتقبل من مريم عليه السلام بقبول حسن أي تقبلها من أمها نذيرة وأنبتها نباتا حسنة أي جعل شكلها مليحا ومنظرا بهيجا وإسر لها أسباب القبول وقرنها بالصالحين من عباده بل جعل لها من الولد ما رفع الله به ذكرها وذكرة الذي هو عيسى عليه السلام وقال بعض المفسرين وهذه من الإسرائيليات التي تروى لا تصدق ولا تكذب يقولون أنبتها نباتا حسنا أنها تشب في اليوم كشباب غيرها في سنة والعلم عند الله تبارك وتعالى ثم قال وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّةَ هذه قراءة وَكَفَّلَهَا بالتشديد زكريا وزكريا مفعول أي الله كفَّلَها من زكريا وهناك قراءة وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّةَ فَزَكَرِيَّةَ ماذا؟ فاعل والمعنى واحد المعنى والمعنى واحد طيب لماذا كفَلَها زكريا؟ قالوا لأنه زوج أختها زكريا عليه السلام زوج أخت من؟ لا أمرأة عمران ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فَإِذَا بِيَحْيَى في الحديث في حديث الإسراء والمعراج فَإِذَا بِيَحْيَى وَعِيسَى وَهُمَا إِبْنَا أَلْخَالَةَ إِبْنَا أَلْخَالَةَ وَقِيلَ زَوْجْ أَخْتِهَا وَلَعَلَّا أَقْرَبَ أنه زوج خالتها ولعل الأقرب ما ذكرنا ثم أخبر الله عز وجل لما كفَلها زكريا هذا كلما دخل عليها زكريا المحراب كلما دخل عليها زكريا المحراب معناه محل العبادة ما هو المحراب الذي نعرف محراب المجل هل هو قبلة الصلاة لا المحراب هو يطلق على مكان كلما دخل عليها وجد عندها رزقا قال بعضهم فسرين يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء فاكهة الشتاء في الصيف قال يا مريم وهذه من كراماتها لأن الله تقبلها وأنباتها نباتا حسنة قال يا مريم أن لك هذا فاكهة الشتاء في الصيف فاكهة الصيف في الشتاء قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاب غير حساب زكريا عليه السلام شوفوا هذا ممكن أن الإنسان يذكر الصغير الكبير ولا لا زكريا أعلم منها نبي من الأنبياء عليه السلام لما قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاب غير حساب تذكر فإذا هو رجل كبير وامرأته عاقر ومشتهي الولد يشتهي أن يولد له ولد فقال الله عزيزي هناك يعني الآن مثل اللي تذكرت إن الله يرزق الذي رزق مريم يرزقني هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء دعا ربه ما دام إن الله يرزق من يشاب غير حساب ويعطيها فاكهة الصيف ويجد دائما عندها رزق بدون أن يأتي لها أحد الله هو اللي يرزقها وهذا مصداق كما قال الزجاج مصداق قول الله عز وجل وجعلناها وابنها من ابنها؟ عيسى وجعلناها وابنها آية للعالمين فنادته الملائكة لما دعا زكريا عليه السلام نادته الملائكة قال رب هب لي من لدنك يعني من عندك ذرية طيبة أي ولدا صالحا والذرية يا أخواني يطلق على الجمع ويطلق على الواحد والمراد به من هنا في هذه الآية واحد لأن الله استجاب له وأعطاه من يحيى عليه السلام لأن يحيى كذلك كما سيأتي في وصفه أنه حصورا إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو يقائم يصلي في المحراب في عبادته أي خاطبته الملائكة شفاها ومن العلم من قال أن الملائكة المراد به جبريل والأولى البقاء على لفظ الآية الملائكة الملائكة ما دام لم يكن عندنا دليل على أن تخصيص جبريل عليه السلام وهو قائل يصلي في محراب عبادته ومحل خلوته إن الله يبشرك بيحيى سماه الله يحيى يحيى من الذي سمى؟ إن الله يبشرك بيحيى ما قالوا بولد بل ذكره وبيّن من نوع بشارته يا أخواني حتى أنه بيّن أنه ذكر ليش؟ لأن يحيى سم ذكر أو لا لا؟ وأنه يحيى وأن الله أحياه بالإيمان شوفوا كيف البشارة اشتملت الله بشّره على كبر وهذه البشارة يا أخواني أنه ذكر وأن اسمه يحيى أنه رجل صالح يحيى بالإيمان مُصدِّقًا بكلمةٍ من الله أي أن يحيى مُصدِّقًا بعيسى مُصدِّقًا بكلمةٍ من الله أي مُصدِّقًا بعيسى لأن من كلمة الله؟ عيسى لأن عيسى كان قال الله له كُن فكان فَعِيسَى كَلِمَةُ اللَّهُ وَلَيْسَ هُوَ الله تبارك وتعالى وسيِّدًا أيوة يا أخواني يعني فيه أوصاف كثيرة ليحيى كون هو يتمنى مطلق الولد والولد يشمل الذكر والأنثة كما قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثة فبشر أن الله ولد وأنه يحيى وأنه مُصدِّق بكلمةٍ من الله وأنه سيِّد يعني حكيم وقيل عالم وعابد وقيل متقي وقيل كريمٌ على الله وكلها صحيحة وحصورًا بعد من صفاته أنه حصور والحصور قال بعض المفسرين معناه أنه لا يستطيع إتيان النساء وبعضهم قالوا لا ذكر له لكن هل يمكن أن يمتن الله عز وجل على زكريا بولد حصور في عيب الآن المقام مقام ابتنان وتبشير هل يُبشِّر بأن له ولد معيب ولذلك الصحيح أن هذا القول ضعيف وإنما المقصود حصور من كمال النعمة أنه ممن تتوفر له أسباب الشهوة لكن يتركها لماذا؟ لله تبارك وتعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم تزوج إيش؟ تزوج نساء كثير لكن هل أشغلته عن عبادة الله؟ هل ألهته عن تبليغ الدين؟ أبداً بل كان يقوم حتى تتورم قدمه ويقول أفلا أكون عبداً شكوراً إذن قول المفسرين أنه لا ذكر له أو لا يستطيع أن يأتي النساء قول أو ليس له شهوة للنساء هذا قول ضعيف والصحيح أنه إيش؟ ليش قلنا ضعيف؟ لأن المقام مقام بشار وامتنان فلا يمتن الله عز وجل بولد معيب وإنما الحق أن يكون إيش؟ أن يكون حصوراً أي يمتنع عنه النساء مع قدرته على فعله لله تبارك وتعالى ونبياً وحصوراً ونبياً من الصالحين هذه بشارة بعد بشارة أنه ليس ولد فقط وإنما كذلك سأعطيه النبوة كما بشر الله أم موسى تماماً لما قال إنا رادوه إليك لا تخافين على موسى أنت تخافين من الولد أن يقتل لا أن بشرك بشارة رادينه إليك ترى ما هو ولد عادي وجاعلوه من المرسلين وجاعلوه من المرسلين زكريا عليه السلام لما تحقق هذه البشارة أخذ يتعجب من وجود الولد منهم قال ربي أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر سبحان الله عيسى يدعو زكريا يدعو ثم يقول أنا يكون لي الولد ولذلك أجاب العلماء بعدة أجوبة على قوز زكريا أنا يكون لي ولد الجواب الأول يعني لماذا استغرب وجود الولد مع أنه كان الملح بالدعاء لله عز وجل وتذكر أن مريم ترزق وذكرته مريم بالدعاء وأن الله عز وجل على كل شيء قدير وأنه يرزق من يشاب غير حساب فأجاب العلماء بعدة أجوبة من العلماء من قالوا إنه نسي دعاءه لطول المدة بين دعائه والبشارة قيل أن بين دعائه وبين البشارة بعيسنا هذه من رواية بني إسرائيل لكن هذا ضعيف لأن الداعي كما أخبرتنا أن الله لا يمل حتى تبلغ أصلا يدعو الإنسان ويوقن بالإجابة ولا بد لطارق الباب أن يلج الثاني قيل إنه سأل أن يرزق الولد وامرأته عاقر لكن لما رزق الولد سأل كيف يرزق الولد هل المرأة هذه العاقر ترجع صغيرة هل يتزوج أخرى يعني كان يسأل عن ماذا عن الكيفية وليس يستغرب وقيل إنه قال ذلك على سبيل الاستعظام لقدرة الله فقال من شدة الفرح والدهشة لحصول أمر مستبعد عادة المرأة عاقر كبيرة في السن وهو كبير كيف يرزق ولد فقاله من شدة الفرح استعظاما لقدرة الله ولعل السؤال عن الكيفية هو الأقرب في توجيه كلام زكريا عليه السلام يعني كيف أرزق ولد وأنا كبير وامرأتي عاقر استعجال يعني أنت لما تبشر واحد حال الناس لما تبشر إنسان يقول ترى إن شاء الله سيأتيك مال طيب كيف كيف سيأتيني مال مني وين طيب أصبر يا أخي خلاص أنا قلنا لك بيجيك مال أصبر صح لكن عادة النفس ستشوف فزكريا عليه السلام لما قيل له لك ولد قال يا رب كيف كيف يعني امرأتي أتزوج أخرى امرأتي ترجع صغيرة كيف وهذا هو رأي الطبر رحمه الله وقال عنه ابن عطية هذا تأويل حسن يعني أن قوز زكريا عليه السلام هو من باب ماذا من باب السؤال عن الكيفية ثم قال قال أجابه كذلك الله يفعل ما يشاء جابه الملائكة أي الله عز وجل لا يعجزه شيء تبدل امرأتك ترزق على وضعها وأنت كبير وهي عاقر العاقر تكون إيش الله الذي جعلها عاقرا يجعلها والدا لما تيقن واستقرت نفسه قال رب اجعل لي آية استعجال يقول يا رب اجعل آية ان امرأتي حملت فعلا أنا بأس يعني ايش الحمل طويل ولا لا قال رب اجعل لي آية يعني ايش ان البشارة حققت هو يريد آية ماذا للوضع ولا للحمل للحمل شوفوا تلهف وهذه لا يحس بها يا أخواني إلا من حرم الذرية لا حرم الله وإياكم منهم تلهف كبير كبير عمر كبير جدا ومرأة عاقر في كبر يبشر قال يا رب اجعل لي آية يعني انا اريد انحس حتى الآن يا أخواني المشاهد بين الناس الحمل كله تسعة تاشر ولا لا فالشهر الثالث مباشر يروحون يسوون منظار ليه شوفونه ذكر ولا أن ذا استعجال أصبر بيجي كذا في البطن إن شاء الله بيأتي لكن الناس يستعجلون الأمور الخير البشائر فقال يا رب يجعل لي آية ولا يلام زكريا عليه السلام لأنها أتى على كبر قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا وفي سورة مريم ثلاثة ليال سوية فدل على أنها ثلاثة أيام بلياليها ثلاثة أيام بلياليها أي آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رضا أي إشارة لا تستطيع النص مع أنك سوي صحيح هذه النعمة ماذا تستوجب الشكر فأوسطه الملائكة بقولهم وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا اشْلَهُوا شكره قولاً وفعلاً بلسانك بلسان مقالك ولسان وإذ قالت الملائكة يا مريم رجع الآن الحديث عن مريم انتهى زكريا والحديث عنه انتهى بمجرد إيش؟ هذه البشارة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين إخبار من الله تعالى بما خاطبته الملائكة مريم أن الله اصطفاها أي اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها ثم قال وطهركي أي من الأكدار والوساوس الطهارة هنا يا أخواني هي طهارة معنوية ليس المقصود بها أنها إيش وإلا هي كسائر النساء تحيظ وتفعل كسائر النساء لكن الطهارة هنا أي طهارها من الأكدار والوسائس والوسواس وغير ذلك عندها راحت بال ثم أعاد الله عز وجل قال واصطفاك على نساء العالمين قال السعد رحمه الله الاصطفاء الأول قال له إن الله اصطفاك يقول الاصطفاء الأول يرجع إلى الصفات الحميدة والأفعال السديدة اصطفاء الأول الاصطفاء الثاني أين هو قوله واصطفاك على نساء العالمين قال السعد رحمه الله والاصطفاء الثاني يرجع إلى تفضيلها على نساء العالمين إما عالم زمانها يعني أنها مفضلة على نساء عالم زمانها أو على العالمين جميعا يقول السعد رحمه الله ليجمع بين هذه وبين الأحاديث التي وردت أن عائشة رضي الله عنها وخديجة وفاطمة من خير نساء الجنة قال السعد وهذا جمع لطيف وجميل قال واصطفاء الثاني يرجع إلى تفضيلها على سائر نساء العالمين إما عالم زمانها أو مطلقا وإن شاركها أفراد من النساء كعائشة وخديجة وفاطمة لم ينافل اصطفاء وهذا جمع حسن بين هذه الآية وبين الأحاديث التي ماذا وردت مثل خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش أحناه على ولد في صئاره وأرعاه على زوج في ذات يده ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط وفي الحديث الآخر خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلت حسبك وفي الحديث الآخر كلها حديث صحيح من نساء العالم مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلت وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كامل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام كفضل الثريد على سائر الطعام ولذلك عائشة يا أخواني من أفضل نساء العالمين وخديجة كذلك وفاطمة كذلك وإيش ومريم كذلك وجمع وآسية امرأة فرعون كذلك وجمع السعد رحمه الله جمع لطيف حسن بين هذه الآية وبين الأحاديث ونستشعر فضل عائشة رضي الله عنه في ظل هذه الهجمة الشريعة على أمنا رضي الله وتعالى من قبل من قبل الرافضة قبحهم الله أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجسنب هذه الكبار ويتعاهدها ولن يجسنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر